موسيقى اهلا بكم استعراض قوة ضاربة للمخدرات والخوات في برج البراجنة سرية العباس في الشوارع والحزب يؤكد عدم علمه الأقنعة السود تسود عندما يقرر حزب الله أن يزأر كل الخارجين على قوانين الضاحية وأن يمنح الدولة إشارة مرور لتدخل مناطق تحولت إلى بؤر أمنية ومستنقع مخدرات وخوات إذن سرية العباس تحركت في سواد الليل وقامت بعراض مموهة ورسمت شاراتها على المناطق المخالفة من دون أن توقف أحدا لكن وإن سلك الحزب طريق لو كنت أعلم فإنه قرر ضمنا أن يقدم إخبارا أمنيا لمن يعنيهم الأمر في الأجهزة الرسمية المختصة وأن يرفع أي غطاء لم يكن ممنوحا لعائلات وزعامات جنت ثروات من استحصال الخوات ويقول الحزب من دون تصريح أن ريف الضاحية الجنوبية لا يتحول إلى دويلة ضمن الدولة الحزبية التي هي ضمن الدولة الرسمية وقد ول زمن المغانم وبدأ زمن ضرب عصابات المخدرات هذا في المضمر أما في المعلن فإن برج البراجنة عاصمة النائب علي عمار شهدت انتشارا مسلحا ناشئا عن شبان أخذتهم الحماسة نتيجة شكاوى بعض المواطنين من آفة المخدرات وفي نطاق محدود جدا كما يؤكد عمار الذي قال للجديد إن هذا الأمر عولج في الليلة نفسها ولا يتكرر على الأطلاق محاسبة الحزب لمارقي ضاحية انتهت بعدما كرس رسالة انذار أما محاسبة البرلمان للحكومة فتبدأ في السادس من نيسان وسط تساؤل عن من سيحاسب من وعلى ماذا وهل هناك من معارضة غير حزب الكتائب وبعض المستقلين داخل مجلس النواب لتتولى جلد الوزراء أحد المستقلين وهو النائب بطرس حرب وعد بالمساءلة ورأى أن أخطر الملفات هو موضوع قانون الانتخاب ورأى أيضا أن ما يطرح من طروح هو ولدنا ورأي حرب لم يحد من هذه الطروح التي وصل صيتها إلى أستراليا مع جولة صانع القوانين جبران باسيل ومن هناك قال عندما نقسم لبنان دوائر انتخابية فهذا لا يعني أننا نريد التقسيم إذ أن أستراليا هي سبع ولايات ولا يعني أنها مقسمة وأضاف نحن لن نصف من وصفنا بالتقسيم لأنهم لا يستحقون أي تعبير بالفهم السياسي